اقتصادية مع وافية خباب أهلا بك مرحبا بك زميلي محمد مشاهدين الأكارم أهلا بكم للاخبار الاقتصادية إذن وفي ظل المنافسة الشرسة التي تعرفها مختلف المنتجات في الأسواق الأوروبية تبقى الأسواق الأفريقية أحسن وجهة للمؤسسات الوطنية رغبة تكبلها عدة تعرقين اكتشفى في سياق تقريج سوريا شعلان التصدير نحو القارة السمراء وغزو أسواقها فرصة ذهبية للمؤسسات الوطنية غير أن مشاكل عدة تحول دون تحقيق ذلك كان صعوبة جمعة كان النقل كان مشاكل تجارية كان في العقد ما كان الشركات التي ترعى المنتج في البلد الأفريقية الظروف الصحراء لازم الإنزانية يحرص مليح على هذه النقطة بس كل منتوج يقدر المنتوج في ستقبل ما يخرج الخارج نقل مشكل كبير بسك باش يروح للأفريق ما كانش كيفاش قالونا لازم يمدير شهر عندو 20 جور مينموم باش يلحق إستحداث نقاط عبور مرورا بجنوب البلاد أمر من شأنه تسهيل المهمة واختصار الجهد والتكاليف أحسن طريقة لتسويق هذا المنطقة في الدول الأفريقية هو بلد في المناطق مثل إليزي ومطة مرسة يكون منطقة عبور كخطوة أولى للتسويق هنا تنظر يكون هناك بلد بالطيران بلد أي وسيلة أخرى لتسويق في ظل هذه المشاكل يبقى تسريع وطيرة إنجاز مشروع طريق العبر للصحراء أمثل حل لتلحق مؤسستنا بالركب وتتدارك ما فتها من فرص إذن تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعديلات بخصوص المرسوم الوزاري الأول المحدد لشروط وكيفيات إصدار الخزينة العمومية للقرض الصندي تعديلات وزيري المالي عبد الرحمن بن خالفة ووفق الإجراء الجديد الذي تضمنه العدد 27 من الجريدة الرسمية تصدر السندات المجسدة للقرض الصندي في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها حسب اختيار المكتة بقيمة 10 ألاف دينار و50 ألف دينار ومليون دينار لمدتي ثلاث وخمس سنوات حيث وحسب نفس النظام تستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية ومصالح بريد الجزائر والبنوك وشركات التأمين بعمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها واحد أو بالمئة من مبلغ رأس مال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب إذن كشف تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الجزائر مارس الماضي لإجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي للجزائر كشف بأن استمرار تهوي أسعار النفسي يؤثر لا محال على اقتصاد البلاد بذل غياب رؤية اقتصادية شاملة تواجه بها الجزائر التحديات الرهنة ما تزال تقارير صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي للبلاد تدق نقوس الخطر لتكشف حصيلة زيارة بعثة صندوق للجزائر عن مواطن ضعفين تستدعي إصلاحات مستعجلة التقارير على الصندوق النقد الدولي يعني يكرر يقول لك يعني الحالة على الزيار يعني صعيبة ولكن ماشي خطيرة الزيار قد يعني تفوت هذه الأزمة ولكن لابد تعمل إصلاحات عميقة ضرورة اللجوء للاستدانة الخارجية والتحذير من سياسة ترخيص الاستراد التي لجأت إليها الحكومة هي أهم النقاط التي أثارها التقرير لتناقض بذلك الإصلاحات المنتهجة مؤخرا لذلك فأعتقد بأن ليس كل ما يأتي في هذا التقرير هو صحيح وليس كل ما يأخذ فيه ديناميكية على المدى القصير وهذه الإجراءات التي يتخذ الحكومة على المدى القصير لمجابهة الأوضع وفيه ديناميكية على المدى المتوسط ومدى الطويل لكن بناء النموذج النموذج الآخر سننتظر الحكومة في خمسة جوال عندما تعنن عليه لكي يكون هناك إصلاحات جذرية وتحت شعار الآتي أسوأ إذا ما استمر انخفاض سعر النفط تبقى اقتراحات الهيئة المالية الدولية منصبة حول ضرورة تبني الجزائر لنموذج اقتصادي شامل تواجه به تدعية الأزمة النفطية الحديث عن نموذج اقتصادي جديد يحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة المعالم لضمانية تسيير الجيد وذلك لا يتحقق إلا باستشارة الخبراء والشركاء الاقتصادي لتقرر الإيمان عيش انهيار أسعار الذهب الأسود دفع بحكومة سلال إلى إطلاق نموذج اقتصادي جديد نموذج علق عليه العديد من الخبراء خصوصا فيما يتعلق بغياب رؤية اقتصادية استشرافية واضحة المعالم يشارك فيها كل الفاعلين الاقتصاديين لا بد أن نشكل نموذج اقتصادي يشارك فيه الجامعة يقتنع به الجامعة حتى نصل إلى الهدف المنشود ما هو الهدف المنشود؟ الهدف المنشود الآن الذي حدده هو الوصول إلى تنويع الاقتصاد نجاح النموذج الاقتصادي الجديد مرهون بإشراك الشركاء الاقتصاديين والخبراء لوضع خطط للتسيير الجيد للاقتصاد طويلة المدى الخطط المتوسطة وطويلة الأجل لا يضعها السياسيون يضعها العلماء نريد أن تجتمع مع علماء الجزائر بالتعاون مع الجامعة الجزائرية ومع علماء الجزائر موجودين في الخارج لنضع خطة لاقتصاد الجزائر لا تقل عن 20 سنة وإلا سنظل دائما نضع ميزانية ثم نضع لها ميزانية تكميلية لأننا لا نعرف التخطيط ولا نحترم التخطيط بل أننا من أجل أن نعلم الآخر ونقول له لقد أصبحنا اقتصادنا الأسمالي ألغينا وزارة التخطيط اجتماع الثلاثية المقبل بداية شهر جوان القادم سيدرس عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد فهل ستخرج بنتيجة إيجابية أم سيطغى عليها الحديث أكثر من التطبيق وفي قطاعي الطاقة انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على جنيا الأرباح حقبة المكاسب التي تحققت في الأوينة الأخيرة وتحول الأنظار من جديد إلى المخزونات العالمية المتزيدة التي حدت من تأثير حالة تعطل غير متوقعة للإمدادات ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برينت 23 سنة إلى 48.58 دولار للبرميلة كما تراجع خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي في العقود الأجلة 14 سنة إلى 48.2 دولار للبرميلة